السلام عليكم معنين يا شباب جونيور فور هنبدأ في الفيديو ده ترمي التاني ومعانا هنا يونت سيفن لان زي ما احنا عارفين احنا في الترمي الاولاني وقفنا عند يونت سيكس الترمي التاني هو بداية يونت سيفن ويونت سيفن هي this is where I live this is يعني هذا يكون where يعني حيثه زي ما اخدنا في الترمي الاولاني I live I يعني انا و live يعني اعيش يبقى this is where I live هذا يكون حيثه انا اعيش يقصد بيها ايه ايه هذا يكون حيثه انا اعيش يقصد بيها هذا هو المكان اللي انا بعيش فيه تعالوا ندخل دلوقتي عالفوكابليري الفوكابليري اللي هي الكلمات الكلمات متعلقة بالدرس الاولاني اللي هو الليسون وان الليسون وان اسمه The Nile The Nile يعني نهر النيل طيب عندي بيبدأ بايه بيبدأ بكلمة سيتي سيتي يعني مدينة قلنا عن في في كلمة مدينة فيها كلمتين سيتي وتاون تاون يعني مدينة صغيرة بتبقى كوى المدينة الكبيرة. والسيتي اللي هي المدينة الكبيرة زي مثلا أليكزاندريا زي مثلا كايرو. يوكي. زي اللوك سور كلوو دول سيتيز يعني مدن بيبقى كواهم في TAOWN يعني مدن صغيرة. بلديم بلدن كان يبقى مبنى زي مثلا العمارة.地 village يعني قرية القرى اللي بتبقى على نهر النيل في الريف. forest يعني غابة. desert يعني صحرود احنا عارفينها من الترمي الاولاني. oasis يعني واحة. river يعني نهر لما اقول مثلا river nile يبقى نهر mountain يعني جبل. تعالوا نقرهم مرة كمان بسرعة وبعدك ندخل على البوكس اللي تحت. city city building building village village forest forest desert desert oasis oasis river river mountain mountain mountain. ندخل الوقت على البوكس اللي بعده. نبدأ بكلمة ايه. the nile. the nile اللي هو النيل. وهو ده زي ما احنا عارفين هو عنوان الدرس بتاعنا. the nile اللي هو نهر الايه. نهر النيل. moon. moon يعني قمر. the longest. بص يا شباب. long يعني طويل. احنا خدنا قبل كده في الترمي الاولاني. خدنا صيغة المقرنة. خدنا حاجة اسمها comparative. comparative. لو انا بكارن بين اتنين. باخد الصفة وحط اخرها er. يبقى long يعني طويل. جي الصفة. حط اخرها er تبقى longer. يعني اطول من. طيب لو انا عندي حاجة هي اطول. يعني اطول حاجة فيهم كلهم. لو انا مثلا عندي ثلاثة او اربعة. تمام؟ تعالي نقول مثلا عندي ثلاثة اربعة انهار. جميل؟ وعندي نهر فيهم هو اطول واحد فيهم كلهم. اعمل ايه؟ هنا ما حطش er لان انا بحط ال er وانا بقارن بين اتنين. لكن احط est. ليه؟ لان هو اطول واحد فيهم. يبقى longest. وما تنساش تحط قبلها كلمة the. يبقى the longest يعني الاطول. اطول واحد فيهم. طيب نفس الكلام هعمله مع الصفة short. short يعني قصير. جميل؟ طيب اقصر واحد فيهم هتخد الصفة short وتحط اخرها est وتحط قبلها the. يبقى the shortest يعني اقصر واحد فيهم. the widest. wide يعني واسع او عريض يبقى the widest يعني اوسع واحد فيهم. اللي بعده human. human يعني انسان. reptiles. reptiles يعني زواحف. تاني نقلها تاني. reptiles. reptiles يعني زواحف. زي مثلا ايه؟ زي السحلية. زي التمساح. كل دول اسمهم reptiles. يعني زواحف. اللي هما بيمشوا على بطنهم. اوكي. اه زي زي مثلا الاتاني. زي التعبان. بيمشى على بطنه. ده برضو نوع من انواع الكائنات. اسمهم ايه? reptiles. planet. planet يعني كوكب. زي مثلا ايه? planet earth. كوكب يعمل لنا كوز. كوز يعني يسألنا سؤالين ثلاثة كده شوفنا اذا كنا فهمنا الدرس ولا لا. capital. capital يعني عاصمة. capital. capital يعني عاصمة. اول ايه? مسلا. كايرو. اللي هي القاهرة. is the capital of Egypt. يبقى القاهرة هي عاصمة مصر. the world. the world يعني العالم. العالم كله. كل بقى البلاد وكل الناس اللي في العالم. اللي في الكرة الارضية. population. population يعني السكان. population يعني السكان. يعني الناس اللي عايشين في بلد ما. اسمهم population اللي هما السكان. branch. branch يعني فرع. تمام? زي مثلا فرع او غصن. الشغرة مش دي بيبقى ليها branches يعني فروع او اخصان. كل غصن منهم او كل فرع اسمه branch. turtle. turtle يا السلحفة. السلحفة. crocodile. crocodile يعني تمساح. هو التمساح يعتبر من reptiles اللي هما الزواحف. home. home يعني موطن او بيت. يعني مثلا زي ما احنا عارفين اه الدب القطبي بيعيش في المنطقة الباردة. المنطقة الباردة زي مثلا القارة القطبية. يبقى القارة القطبية دي تعتبر موطن الدب القطبي. تمام? هو ده المكان اللي بيعيش ايه? اللي بيعيش فيه. طيب. ندخل على الجزء اللي بعده. هنا عندنا verbs. verbs الافعال. قلنا بيبقى عندنا نوعين من الافعال. افعال regular افعال منتظمة. وافعال irregular يعني افعال غير منتظمة. يعني ايه يا مستر? الافعال اللي هما الافعال المنتظمة. اه لو انا عايز اجيب الماضي بامسك الفعل للمصدر بتاعه زي هنا كده ده المصدر. احط في الاخر يا اما جي يا اما اي جي زي مسلا فعل ترافل يعني يسافر طيب انا عايز اقول سافر خلاص احط امسك الفعل احط اخره اي جي يبقى يعني سافر طيب يعني يخمن اما اجي اقول لك ايه مثلا اقول لك ايه خمن انا في اي جي اي اي انا مسك اي في اي جي يبقى ده الفعل يخمن اسمه جس الموج بتاقه هتحط له اي جي هيبقى جسد طيب ليف ليف يعيش اه ده اخر اي فعل لما يبقى اخر اي احط له اي محط لهش اي جي لا احط له جي بس ويبقى هو كده شكله اخر اي جي بس انا ما زوق ما حطتش اي تاني لا هو لقيت اخر اي انا حطت له جي فبقى شكله كأني أخره إيه إي جي تمام الأفعال الغير منتظمة اللي هما إرريجيلار فوربس الأفعال دي أنا ولا بحط الها دي ولا إي جي ولا آي إي جي أما اللي بعمل إيه عشان أجيب الماضي لا أنا هنا لازم أحفظ الماضي بتاعه عشان كده هو اسمه فعل غير منتظم لأنه ما فيش نظام ماشي عليه زي إيه نو نو يعرف الكي سايلانت ما بتتنطعش نو يعرف طب إيه الماضي بتاعه نيو نيو يعني عرفها يبقى نو نيو طيب إيه تاني دو دو يفعل إيه الماضي بتاعها دد يعني فعل خلاص تمام دي أفعال غير منتظمة لازم أحفظها أحفظ المضارع بتاعها أو الانفراتف واحفظ الماضي بالشكل اللي موجود عندي طيب ندخل دلوقتي على جزء الريدنج وده في شوية معلومات عن نهر النيل قبل ما ندخل على الجزء الريدنج بتاعنا عايزك تكتبليه في تعليق هل نهر النيل مهم ولا مش مهم لو انت شايف ان هو مهم اكتبلي ده في تعليق لو شايف ان هو مش مهم طبعا أنا متأكد انت مش هتشوف ان هو مش مهم اكتبلي برضو في تعليق طيب ولو شايف ان هو مهم قل لي هو مهم ليه تمام ده اول سؤال في سؤال بقى تاني عايزك تجاوب عليه بس بعد ما نخلص الجزء بتاع القراءة بتاعتنا بيقول لي ايه هنا قلنا لما حط الفعل لما حط الصفة في الآخر يبقى هنا يعني هو هنا مش اطول من انا مش بكرهم بالاتنين لا ده هو اطول واحد في الموجودين كلهم يبقى the longest river يعني اطول نهر in the world في العالم يبقى نهر النيل هو اطول نهر في العالم طيب ازاي بقى طوله قد ايه اللي the nile نهر النيل is يكون 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 يعني 6,000 6,000 كيلو متر يعني كيلو متر long اللي هو ايه الطول لما بكلم عن طول حاجة لازم اكتب في الآخر كلمة long يبقى نهر النيل طوله 6,000 6,000 6,000 كيلو متر that's يعني هذا يكون that's like هذا يكون مثلة مثلة ايه بقى traveling 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 يعني الصفر to the center الى center يعني مركز center يعني مركز او منتصف زي ما احنا شايفين هنا كده اهو منتصف of the earth منتصف القرى الارضية دي اسمها earth اللي هي القرى الايه القرى الارضية يبقى طول نهر النيل عمل زي ايه زي ان انت من اي مكان على القرى الارضية تسافر لنص لمنتصف القرى الارضية شايفين الطول بقى مثلا احنا احنا عايشين هنا على سطح القرى الارضية لو انت مثلا هنا عايز تنزل تحفر الارض لغاية لما توصل للمركز للمركز to the center of the earth الى مركز القرى الارضية تمام؟ يبقى طويل ولا لا؟ طبعا طويل جدا the nail نهر النيل the nail يعني نهر النيل ماله has has يعني لديه two branches branch يعني فرع branches يبقى فروعة وهنا two two branches يعني فرعين ان ايجبت زي ما احنا عارفين انا هحاول ارسموا يا شباب بس طبعا ايه يعني اكيد لو miss او mister الدراسات هيبقى رسموا احسن مني تمام؟ جي مسلا تعالوا نقول ان دي شبه خريطة مصر وده نهر النيل نهر النيل بيمشي 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 ويجي هنا يتقسم لفرعين اجي branch اهو ده branch وده branch تاني ده فرع تاني يبقى two branches يعني فرعين in ايجبت لو فرع رشيد وفرع دميات اكيد درستوهم في الدراسات الاجتماعية the nile نهر النيل is يكون home home يعني موطن for موطن different kinds of fish different يعني مختلف اسمها ايه different تاني اسمها ايه different different يعني مختلف طيب و kinds يعني انواع يبقى موطن لانواع مختلفة of fish من السمك birds الطيور and turtles والسلاحف يبقى في انواع مختلفة من السلاحف والطيور والسمك بيعيشوا في نهر النيل one يعني واحد of the planets largest reptiles نمشي واحدة واحدة reptiles يعني زواحف اسمها ايه مستر reptiles largest يعني الاكبر planet يعني الكوكب يبقى واحد من اكبر الزواحف اكبر الزواحف اللي موجودة على الكوكب اللي هو كوكب الارض اللي هو اسمه ايه the nile crocodile اللي هو ايه crocodile يعني التمساح هو نهر النيل اسمه تمساح النيل تمساح النيل يعتبر واحد من اكبر الزواحف اللي بتعيش على الكوكب الارض ماله بقى lives بيعيش in it in يعني فيه it يعني هو هو هنا يقصد بيها the nail نهر الايه نهر النيل يعني يعيش فيه في فين بقى في نهر النيل اوكي حنقف لغاية هنا بس في سؤال عايز اسأله لكو طبعا احنا كلنا عارفين ان نهر النيل مهم وانا متأكد لما سألتكم السؤال الاولاني كله اللي هو هل نهر النيل انا اظن انتو كتبتوا ان هو مهم على اساس ان احنا بنشرب منه وبنسق الزرع بس لكن في حاجة تانية نهر النيل برضو مهم لان دي بقى المعلومة الجديدة ان في سمك انواع مختلفة من الاسماع بتعيش فيه الطيور السلاحف وكمان نهر النيل اللي هو تمساح النيل يبقى فيه حتى كمان انواع كتيرة من الحيوانات بتعيش فيه في نهر النيل ده غير ان هو مهم للانسان لنا يعني ومهم كمان للزرع يبقى مهم ولا لأ اكيد مهم طبعا عايزك تكتب لي بقى في تعليق ازاي نحافظ على مية نهر النيل خاصة من التلوث تمام اخر حاجة بيقول لي ايه هذا النهر ازاي يكون ذا نهر النيل اه لو عجبك الفيديو اعمل لايك لو لسه مشلقش في القناة على اليوتيوب اشترك فيها والصفحة بتاعتنا على الفيسبوك اللي اتنين باسمي اشترك انك تشترك فيهم عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي بنزلها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هندخل على تدريبات الدرس الاول اشترك